كابتن احمد ساقر المدرم نادي الجزيرة بنادي على الديفنس عامل الجندي ويسجل طبعا يا ولد دخل بخبريته كده وحكي عامل الجندي الكيجو يعني يعني بلاش تهور بلاش فاولات بادري منديلة واضحة ان المدافع قوي جدا تمريرة حلوة اوي اوي من عامل جندي الكيجو جو الباسكت يا ولد يا حلوة منديلة بعيدة اوي اوي عند عاصم مسكة بصعوبة كان عايز شون بتلاتة على طول وشاب بتلاتة فعلا جوة يا ولد لا لا الجزيرة عامل جيم مباراة اكتكيا وحلوة من عامل جندي بيرد عليه يا ولد يا ولد الرد سريع وفوري ملاحق يبقى مين بتلاتة جوية مش ممكن بلما كيجو يا ولد ريباوند هاي لو عايز يطلع لكن ما لاقاش فرصة من دفينس بعيدة اوي 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 يا ولد من بعيدة جدا من وسط البلد تمريرة حلوة كيجو مستني هيديها العامل هشوف بتلاتة وعمل كده ويهبقى مين داخل يا ولد سلمية او دخل سلمية عاصم الجندي كابتن نادي جزيرة بقول لهم احنا زون زون بيقول لهم طالة الدفاع يدفع المنطقة بيحاولوا يقفلوا العبت النادي الاهلية حتى لا يقتربوا منهم اربعتاشر يا ولد بتلاتة عمر تاني يا عمر من بعيد يا ولد بتلاتة روعة 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 بداية الشوت التاني سلسية عمر الجندي تلاتة يا ولد حلوة اوي رد التلاتات شغالة رد على عمر الجندي من النادي الاهلي بتلاتة عكريم الداشان وحلوة حلوة 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 ممريرة سحرية فريقين عاملين مجهود رائع احمد سامي لعبها بتلاتة يا ولد بقول لك التلاتات النهاردة ايه ناس كلها شايفت الملعب رئيسة بكده مباريات كرة يد وكرة طائرة وكرة صلى بتلاتة يا سيدي شغالة المتقلق وسامي يا ولد استعاد بقى سامي مستواه وحزه عادي شوف بتلاتة جونز كورتاز تاني بيفضي لرميح جو يا سيدي عمر الجندي يا سيدي واحدة باتنين كده بخبرة ولطافة سبها من ايده في الهوى كده ستة احمد حاتم سامي الجيزة الحاتم هي 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 ماشية الجزيرة الهلي بنظم صفوفه بهدوقه من جديد كريم حاتم بيشوف بتلاتة بيسجل يا ولد احمد مهيد حلوة حلوة تمريرة روعة وبعيدة قوي يا رميح خسر رميح الهجمة دي في سامي بالتمريرة السيئة لجيزة وشوف بتلاتة سامي جوه جوه سعيد جيش ورجعت النادي الجزيرة تاني ما خلاص من بعيد رميح مش من بعيد جوه يا ولد يا ولد هاي هاي الرميح ونصف المباراة الاول ايهاب امين بيدور اربعتاشر عاق احمد مهيب وداخل ايهاب امين وفيها لا عمر انور ضاق اتخصم كده في اللوحة نتيجة عشر نقاط لصلاح ناتي الجزيرة الفنس رائع هيشوت عمر انور يا ولد لا انا ايسف ده مش عمر كورة السلة محبي وعشاء كورة السلة في مصر والجزيرة بتلاتة على طول نزلين سخنين قوي ايهاب امين لكيجو حلوة حلوة ايهاب امين دخل وعمل اسس براتو بفردة ايدو بريست ايدو هك جميل جوه البصر فرق العشر نقاط تاني بيختفع حلوة قوي ايهاب امين وداخل يا سلام ببساطة وجمال بيقرب الفرق الانتابع دفاع هايل من الاهلي ايهاب امين داخل بسرعة رهيبة لعمر الجندي بتلاتة يا ولد تمانية وستين خمسة وستين كور جدا داخلنا على السبعين بونتة ولسه في شوت الثالث دتول من كورتس جونس دريبل غريب جدا جدا اوه في حتة من ايهاب امين يا سيدي رجع للمباراة الاهلي بقوة رهيبة قوة رهيبة نفلين المساحات لت مشكلة الاهلي طول الماتش ان الجزيرة بيديه هاجم باسكيت دوة ان الجزيرة بتهاجم في اي ايهاب امين بيتقدم الاهلي واحدة ميديام شوت ستاشر خمستاشر اخر هاجمة في الشوت الثالث والاهلي متقدم فرق باسكيت ستة وسبعين اربعة وسبعين عمر الجندي مهيب بتلاتة بتلاتة جوة اللي بيعدي بكل كورة مش قادي يا ولد مرر تمرينة زهبية سحرية ايهاب امين اهلي المنتيجة اصبحت اتنشر نقطة للجزيرة لكن كل شيء في الباسكيت ويرد وحلو بيقتل بها المباراة نجم الشوت او الفترة الرابعة مهيب احمد مهيب نقطة لصالح الجزيرة اللي تقدم بخمستاشر نقطة مباراة رائعة يالله الله حلوة يا احمد يا سيدي 90 فضل 37 ثانية خلاص المباراة انتهت للنادي الاهلي مهيب المتألق في التلاتات ما جاتش المرة دي لما اسيف ده الإهاب امينة المتألق في الستيل والريباوند والأسيست جونز يعط واحدة دنكي متع نفسه لا ما حطاش دنكي حطا عطاها عدية سنائية سنائية الاهلي جاب الميان انا قلت لك الاسكور هيعدي الميان اللي حطوا الكورة وخلاص انتهت المباراة الاهلي واقف على الميان يجيب اكتر من كده ده ايه تايم اوت ولا ايه مش فاهم هو صفار وطبعا الفضل عشرين ثانية بتعد في الفاضي خمستاشر اربعتاشر يعني ضمنا يعني ضمنيا انتهت المباراة خلاص لسه ما انتهتش بالاسفة العشر ثواني انتهت المباراة فوز الاهلي مية 87 لدي الجزيرة مباراة رائعة وانتمنى تكونوا استمتعتم بها كما استمتعنا بها كانت نجسي مش لسه بيناقش الحكة مع انه كسبوا انتهى الماتش لا بيمسلموا على بعض انا بقول لك ايه تار من الروح الرياضية العصبية كلها داخل تار اللعبة فقط لغير لا تتجاوز يزيل حدود شكرا للسادة المشاهدين على موقع الاتحادة المصري كورت السلة كان معكم مشام اسماعيل وإلى اللقاء في مباراة قادمة اشتركوا في القناة